مع انتهاء موسم استلام محصول الحنطة أعلنت دائرة زراعة الديالة عن وصول المحافظة ولأول مرة منذ خمس سنوات للاكتفاء الذاتي في تأمين أهم محصول استراتيجي بمعدل تسويق بلغ أكثر من ثلاثمائة ألف طن مشيرة إلى أن الاستيلاك المحلي لا يتعدى نصف الكمية التي تم تسويقها هذا الموسم مع انتهاء موسم استلام محصول الحنطة أعلنت دائرة زراعة ديالة عن وصول المحافظة ولأول مرة منذ خمس سنوات للاكتفاء الذاتي في تأمين أهم محصول استراتيجي بمعدل تسويق بلغ أكثر من ثلاثمائة ألف طن مشيرة إلى أن الاستهلاك المحلي لا يتعدى نصف الكمية التي تم تسويقها هذا الموسم المفلاحين في إقبال شديد ومتواصل على اقتلاع منظومات الريح بيئة الريح منظومات الريح الحديثة الحقيقة لأنه لمسه بردود عالي جدا من هذا المحصول سعر جاي جدا للدولة بادرت بتسليم المستحقات للفلاحين نتوقع في المواسم القادمة إن شاء الله سيكون أداءنا أحسن والكمية مسوقها أكثر إدارة مطحنة ديالة الحكومية أكدت جودة الحبوب المستلمة لهذا الموسم مشيرة إلى أنها ستنتج 200 طن يوميا من مادة الطحين الخباز بما يمكنها من تغطية وكلاء التموين وحاجة المواطنين والأفران شهريا حاليا نحن بالحصة الخامسة ونستلم الحبوب من الموسم التسويقي 2024 ألمن أن الحبوب التي نستلمها هي مفحوصة ومن قبل الشركة العامة لتجارة الحبوب وما يدعليها بشهادات تحليل لبختبر الشركة العامة لتجارة الحبوب والفحص الخبازة الذي تم قبل أسبوعين نطا بأنه صالح للخبازة للأفران العمودية وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الزراعة نجاح موسم استلام محصول الحنطة ووصول الإنتاج إلى أكثر من خمسة ملايين طن في عموم العراق طالب المزارعون بتوسيع الخطط الزراعية وتسهيل عملية الحصول على تقنيات الري الحديثة وبسبب الجفاف والتغييرات المناخية التي يمر بها العراق وجهت وزارة الزراعة باعتماد الحبوب ذات الرتب العالية من أصناف الحنطة المقاومة لأجواء الحر والجفاف بعد أن أثبتت التجارب نجاحها وارتفع غلتها إلى الضعف ورغم ارتياح الأوساط الزراعية من آلية تسليم المحصول واستلام المستحقات خلال 24 ساعة إلا أن الفلاحين يطالبون بذات الوقت بتوفير الأسمدة والبذور المدعومة فضلا عن توفير المياه لدعم الأمن الغذائي للبلاد أحمد الرسام الحرة ديالة